أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أهمية اليوم العالمي للتطوع لما يتيحه للمتطوعين من دول مجلس التعاون من فرص لتعزيز قدراتهم ومساهماتهم في نهضة دول المجلس وتطورها وازدهارها وأشار الزياني إلى أن أبناء دول المجلس يسهمون في العمل التطوعي برغبة صادقة ودافع وطني صميم إيمانا منهم بأهمية هذه المسؤولية الاجتماعية ودورها الرائد في النهوض بمجتمعاتهم وقال معاليه إن الأمانة العامة وبتوجيهات من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس استلهمت أهمية العمل التطوعي في نمو وتطور المجتمعات وانطلقت باكورة جهودها في هذا الشأن من خلال تنظيمها لمنتدى تطوير العمل التطوعي للشباب في دول المجلس والذي يقيم في مايو 2015 في الرياضة وصدر عنه وثيقة لإطار العام للتعاون المشترك في مجال العمل التطوعي في دول مجلس التعاون وعبر معالي الأمين العامة عن اعتزازه وامتنانه لجميع العاملين في مجال العمل التطوعي وبخاصة شباب وفتيات دول المجلس مؤكدا بأن الأمانة العامة ستستمر في جهودها لتعزيز مفهوم العمل التطوعي في دول المجلس لما له من دور إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء ترجمة نانسي قنقر